وموضوع حلقتنا اليوم مستمعينا ومشاهدينا غادي قدنا الى مقاطعة والحديث قد يكون طابعي الحال عن حصيلة عمل المقاطعة يعني من دو انتخاب المجلس الحالي ايضا يعني هاد المقاطعة لعرفات يعني اه عقد يعني اه اول يعني جلسة دي الدورة العادية لسنة الفين وعشرين واللي اه يعني العنوان الباليسة لهذه الجلسة ولا هالدورة دي كانوا عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة اغلبية مجلس المقاطعة اشغال دورة بحيث حضر اه 11 من اصل 30 مناقشة يعني كل ما يتعلق بمقاطعة سيدي بليوت يحضر معي خلال حلقة اليوم من استاذ موسى سيراجدين عضو بمقاطعة سيدي بليوت وهو ايضا رئيس جمعية ولاد المدينة سيسي مرحبا بك وشكرا لك على تربية دوات البرنامج ودعوة ساكنة مقاطعة سيدي بليوت شكرا للاستاذافة سيدي بداية يعني العلوم الابرس قبل من تكلموا على الحاصلة فاني تم عقد جلسة جلسة اولى للدورة العادية لسنة الفين وعشرين بسبب عدم والجلسة اللي عرفت عدم اكتمال النصاب القانوني اه هنا سؤال اللي ممكن نترحول لكم بداية سي موسى واش سبب عدم اكتمال النصاب القانوني واش هو راجع اللي الانشغال دي الاعضاء المجلس والمكونات دي المجلس بأمور اخرى ام انها مقاطعة واع بنسبة لي يعني انه حتى نسمي الاسياء بمسمياتها هي مقاطعة على اعتبار انه اه الجدول العمال دي لها الدورة هذه اه كان فيه جوجة النقاط هي الدور الايلة للسقوط كانت المناقشة على اعتبار انه تكون فيه المناقشة في الجنة اه وعلى اعتبار انه يكون عرض داخل الدورة اه هاد العملية هاده اللي ما تمشتهي لها لانه هاده حقون اريد به باطل على اعتبار ان السيدة الرئيسة اه وقعت مجموعة من القرارات في اطار المادة السيدة من القانون ربعة وتسعين اتناش بالاخلاء دي المجموعة من المباني وكما كان عرفه جميع ان هذا القانون هذا اه اللي كيعطي في اطار المادة السيدة يالو كيعطي اه يتخذ رئيس مجلس الجماعة او من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم او هدم المبناء الآية للسقوط عندما يتحققوا من ان الانهيار الكلية الجزئي المبنى مذكور من خلال خبرات تقنية تقوم بها مصارح الادارة مختصة او بناء على التقارير المكتوب الذي تعديه للجنة الاقليمية يمكن ان يترتب عنه مساس بسلامة شاغليع المرة والبناية المجاورة وان كان غير ذلك متسلم به هاده هاد المجموعة هذه القرارات اللي اتخذت في واحد الوقت ضيق ويمكنوني هنا الاشارة ان السيد الولي اه كما يروي كما تروج له رئيسة مقاطعة البيوت لا علاقة له بالموضوع على اعتبر ان السيد الولي يتحدث على القرارات الاعتبر انها جاهزة لكن كيفاش جهزت هذه القرارات وكيفاش تدل لها وهذا هذا لا دخل السيد الولي او السيد العامل فهذا الامر هذا لانه بدأت تكدر واحدة المجموعة من المخلطات السيدة الرئيسة وقعت هذه القرارات وبعد ذلك ارادت التنصل منها داخل هذا الدورة هذه وبكت كأن اه طريقة اللي وقعت لها كمن يأكل مع الدئب ويبكي مع الراعي بكت مع الضحايا ووعدتهم انها ستنقل الامر الى الرباط في حين ان المساطر القانونية في مثل هذه في مثل هذه الاشياء واضحة والقانون واضح على اعتبار انه كانت مجموعة من القرارات وباش نفرقوا لي عندنا المدينة القديمة كتفرق الجوش المشاريع كين عندنا المشروع ديلا المحجل الملاكي هادي رؤية ديلا الدولة في سنة الف وتسعمائة وتسعمائين ارادت الدولة في هذا المشروع هذا انها تربط مشهيد الحسن الثاني بساحة الامم المتحدة هذا البرنامج هذا اللي دائما كنت اقول انه اه فيه مجموعة من الاشكالية يعني انه بدينا بالتشارك ناسيم الرحمة ممم儿 والرحمة تحت الارض انا اقول والرحمة فوق الارض والرحمة تحت الارض على اعتبار ان مجموعة من الضحايا قد نحبهم في في المحجل الملاكي في الدور الايل للسقوط مم ومشروع تاني اللي هو اعادة هيكلة المدينة القديمة. المشروع يدير اعادة هيكلة المدينة القديمة والذي يشمل الاسوار داخل المدينة القديمة. هذون استراغة يترحلوش. اليوم هدي 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 الحقيقة لخصا تكون. على اعتبر ان هذا المشروع هذا كنا من المساهمين به الى جوار السيد العامل السابق سيد خاليد سافير والوالي السابق سيد خاليد سافير. كما جاء من بعده يعني ان هو اللي بشاف نفس الاتجاه هو السيد رشيد اه عفيرات الذي ضرم فهذه المدينة او فهذه العملات هذه. على اعتبار ان المشروع يتم اعادة هيكلة المدينة القديمة فيها كانت واحدة الاهداف. هي اهداف خمسة. في تحسين ظروف عيش السكنة وتمكنها من الخدمات الضرورية. في اعادة هيكل البنايات والاتجهزات العمومية للقرب. تنشيط الحركة الاقتصادية الحفاظ على طورات المدينة التاريخي والرقي بالاماكن السياحية. اه. هذه استراتيجية اللي فرضات في اعادة ديه المدينة القديمة كيفما وكفناها وكيفما شاركنا بها. واقول دائما مع السيد العامل السابق والسيد الوالي السيد خاليد سافير. اه. انها بنسبة التعمير كانت نسبة المشروع على تحسين ظروف عيش السكنة المدينة القديمة. اه. وتمكنها من الوجوج للخدمات الاساسية عبر اعادة اسكنقات اني دور السافح والبنائية العمومية. اه. هذا اولي كان مفروض اننا نحيضه. ايا. اه. وكذا تشخيص ومعالجة المباني الاية للسقوط وتأهل مساحة الخضاء والساحة العمومية. في البنية التحتية كانت عندنا من ضروري هذك بعد الدكتة ميش اللي عرفاته البنية البنية التحتية وهذا المدينة القديمة باش تجرى واحد الاصلاحات للرفع من المستوى دياله. وفي هذا الاطار توضعت براميج ليشملات اصلاح الطرق الرفع من مستوى شبكات تطهير الماء السريح للشرب والكهرباء والانارة العمومية والهاتف وتشدان. وكان تشهيزات العمومية المشروع لانه اه سعال التغلب على النقص الملحوط وتشهيزات العمومية من خلال الرفع من مستوى تشهيزات المتوفرة ويدخل تعديلات جديدة عليها من جانب خلق تشهيزات العمومية. الميدان السياحي والتقافي كان واحد المحوار ديال السياحة والتقافة في اطار واحد المنظور ديال التنمية المستدامة التي تحترم فيها التورة التاريخي والبيئي هي هذيك الاسوار وشكشي. وكان التجارة والحرف التقليدية والخدمات التي تحدثت مجموعة من المشاريع للأسف الشديد لا يستفيدوا منها المجتمع المدني ديال المدينة القديمة او الحرفيين ديال المدينة القديمة بل تم استقدام ناس خارجة اه المدينة القديمة وتعطيت لهم هاد هاد المشاريع هادي. وفي حين انه اه البرنامية جيل التنمية الاجتماعية هاد المعالجة في ظروف ظروف تلعيش اليومي لانه ممكن شلينا تمانية الزيارات ديال جليلة المالك. راجعت باش باش نحييو لمدينة القديمة. ما نلاحظه اليوم هو كنت دائما اسميه تهجيرا قصريا على اعتبار. اه. ان من يتحملوا المسؤولية باش نتركوا قرارات اقديمة ونخليوها بدون تنفيذ. واليوم كن نجلب القرارات ديال الهدم في حين القرارات ديال الاصلاح التي تصدرها مقاطعة سيدي بليوت. واتمنى ان توجه السؤالة الى رئيسة مقاطعة سيدي بليوت. ما هو عدد القرارات ديال الاصلاح لاصدرتها. في حين سنجد ان اغلبية القرارات ديال الهدم الكلي هي هي الطاغية على المدينة القديمة. ها. هدا هو الاشكال اللي يطرح لنا اليوم سريع ديال الوتيرة. يعني واحد النوم عميق من طرف مختلف المتدخلين وخصوصا نحمل المسؤولية الوكال الحضرية رغم أن القانون دي 94-12 كي يعطي الجماعات وبما أنها مقاطعة دبريوت عندها تفويد باش تدير باش تصدر هذا القرارات هذا العداد الكثير دي هذا القرارات هذا خلى هذا الصراع اللي عندنا وهذا الخوف وهذا الاستقرار لأن اليوم ننتزع ساكينة المدينة القديمة من الجذور وكتعرف أنه من اللي كانت تزعك من واحد المحيط اللي انتعشتي فيه هنا كين عدم ذاك الرابط الاجتماعي كي يقول لي هاداك الاشخاص كي يقول لي عندهم واحد ضرر اللي هو ضرر نفسي اليوم الرئيسة كان عليها أن تأتي هي والفريق الذي سندها أنها كان عليها تجدها الدولة وتقول وقعت هو تتحمل المسؤولية السياسية في توقعاتها على هذا العدد الكبير دي القرارات الخطير في الأمر أن القانون كي يعطينا أننا نبلغ هاد الناس في مادته التاسعة عملا بالمقتضية الفقراء الأولى من المادة الست يجب على رئيس المجلس الجماعة بعد توصره بتقرير المكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة تسعود وعشرين بعدها أو المراقبين المشار إليهم في المادة سعود وعشرين بعدها أن يخبر بواسطة قرار مالك المبنى أو مستغله أو شاغله أو وكالتحاد الملك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خادعة للنظام الملكي المشتركة وبكل وصائل التبليغ القانونية يعلن في القرارة المذكور أن المبنى آي للسقوط وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين بغية تضرع الخطار وذلك داخل أجر محدد يمكن هذا القرار يتدمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوجين المذكور مع تحديد أجل سريرا هذا المنع في المادة عشرين يتعين على رئيس المجلس توجيه القرار المذكور إلى الأشخاص المعنيين المشارئين في المادة السعود بسطة تبليغ المنصوص عليها في المادة عشرين تبلغ القرارات المتخذة من طرف رئيس المجلس إلى الأشخاص المشارئين في المادة ثلاثة في حال تحديد هويتهم وعناوين إقامتهم عن طريق السلطة الإدارية المحلية التي يوجدون من داخل نفوذها الترابي وفي حالة عدم تحديد هويتهم والتعرف على العنوان إقاتمية قوم رئيس المجلس الجماعة بتبليغهم بالقرارات المتخذة باش نشر بجريدة وطنية مأدولة هما بترقي الإنات القانونية في تاريخين تفصيل بينهما في ثلاثة تروح ما بين خمسة أو عشرات أيام وكيل المالك لدى المحكمة البتدائية يتابع موقع المبنى المعاد لدائلة المعني لدائلة نفوذها التعليق بمقر الجماعة أو المقاطعة التي يوجد بدائرتها الترابية المبنى المعني تعليقه على واجهات المبنى المعني وعلى حدود المنطقة المعانى أي للسقوط هاد العمليات ديال الإشهار وديال التبليغ كتمكندك المواطن أنه يبشي ترك بيب واحدة أخرى يقدر يدير خبرة مضادة ماشي اليوم الرئيسة مليك يجمع عليك الناس هاتك تقولوا مغنعونكم في خبرة بناء على جنو الخبرة كنديروا إبطال قرار إداري في المحكمة الإدارية وهذا هو الطاريخ القانوني اللي خاص لي أنه إنسان من اللي كتبلغه أنا بحل عندك واحد المريض رغم أنك تعلمه مسبقا بأنه ميؤوس من حالاته ولكن من لي كتبشي تجري معاه وديله الأكسيجين وهذا كتقول الحمد لله درش واحد هذه الناس عندما نفاجئهم وكيقول لك أنا ما توصلت بوالو وكيجي إنسان ما عندهش القرار في الده هنا في نبقى على المشكل وأشكور هنا كان يعني أنه التدخول ديال السيد اللي باشا عن طريق سيد عامل عملات مقاطعة دربيضان فمشكورا في هذه العملية هذه اللي در معنا واحدة الاجتماع احنا واحدة المجموعة ديال الأعضاء واقترحنا أنه يتم تبليغ ديال الإخوان هي فين بدأتك تنزل هذه الحدة ولكن ما وقعه في الدورة هو خطير وخطير جدا على اعتبار احنا المسئولية لأنه كونجين احنا تماما والسيدة صدرات قرارات وتتحمل المسئولية في إصدار قراراتها كان علي أن تتحلى بجرأة السياسية وتتحمل المسئوليتها في إصدار هذه القرارات رجعوا للدورة السي موسيسيرة جدا دورة لأعضاء المجلس يعني علنوا على المقاطعة ديالهم عليها وما أمام شوش للدورة فربما كان الحضور ديالهم في الدورة يعني خوصا وأنه كان الموماتي للوكالة الحضارية الموماتي من وزارة الإسكان يعني موماتي من شركة سنوذاك وأيضا كان هناك حد عدد كبير من الناس اللي جواهم قرارة الهدم واللي مشوا بيش يعرفوش نواق ربما كان الحضور ديالكم ومناقشة ديال الأمر لا مع الرئيسة ولا مع الممتلين ديالجهات اللي ذكرنا دابولة مع السكر بمكانة السرغة وضحكت الرئيسة كنا نعلمه مسبقا أنه في الجوالات هي وبعض الأضاء سمحهم الله قامت بتجيش المواطنين لأنهم اللي كتعمل على تجيش المواطنين كتعرف بأنه الاجتماع للدارف مقردية المقاطعة هو اجتماع غير قانوني على اعتبار أنه الاجتماعات اللي خصها الدارف المقاطعة مع المواطنين وفي استقبال المواطنين سبقوها إشعارات لأنه هذا اجتماع جيء به بالصدفة ما يمكنش انتجي عند واحد المجموعة من المواطنين اللي تم تحريد ديالهم اللي تم توجيه ديالهم من طرف الرئيسة والأعوان دياله في الجوالات ديالهم اللي اليوم هي كتخرج في بعض صريحاته كتقول أنه تمت اعتداء عليهم بالحجارة وهذا بلاغون يمكن أنه أكد أنه بلاغون كاذي وهذا السبب اللي قال بأنه عدد كبير من أعضاء ما جاوش واحد أصيب في العين دياله لا لا هذا شيء كله لا أساس له من الصحة نحن ننفيه سقنة المدينة القديمة ليس هدية الأخلاق ديالهم سقنة ديال المدينة القديمة احتبنوا الرئيسة بدليل أنها أصدرت القرارات في حقهم وبكت معهم وبكوا معها لأنهم سقنة المدينة لم يمكنش نتاهمهم اليوم أنهم يضربوا الأعضاء مش كتعرف عشنو كميليك تتاهم أنك لهجوم على مؤسسة راحنا هذه النصرة منتخبين الملكة نقول بأنه تعرضنا لأتداء هذه محاولات الهروب لأنه ملكة قولية حضر الوكالة الحضرية ونحن نتوفر على مرسلات ونقرأ لك رئيسة مقاطعة ديبليوت إلى السيد العامل المدير العامل الوكالة الحضرية حول تفعيل قرارات من النزول راه لك يحكم راه الرئيسة هي التي تدر القرارات مش الوكالة راه الرئيسة هي التي توجه لك تطلع على هذه الرسالة وهي مسموح بها للنشر هذه الرسالة عندك واضحة مقافية الرئيسة وهي التي ترسل السيد العامل المدير الوكالة الحضرية بتفعيل القرارات هذه التفعيل القرارات تتحمل مسؤوليته السيدة رئيسة مقاطعة ديبليوت ومن يضر في فلكها وعليها أن تتحمل المسؤولية المفروض أنه هي التي تطلع على هذه الملفات قبل ما توقع لأنه من التي تأتي تأخذ هذا القرار بناء على القانون لأنه في القانون 94 رأت المتخابرة المادة الساعة التي تستند عليها هنا رأتها الصلاحيات للرئيسة كان عليها في ذلك الساعة تعيت وتشوف دوك الملفات ولا بليها شي حاجة ما شي هو هاداك تعيت على المواطنين يطلب خبرة مضادة ولا تعطيها القرار دياله باش يمكن يمشي المحاكم الإدارية من أجل إبطار القرار وباش يدير واحد الخبرة مضادة أما أنني أنا نوقع عليه وفي الأخر نجي كان نبكي معاه شنو فينا هي تحمل المسؤولية وهالدور اللي تم توقيع على قرار الهادم ديالها الكلي فواش يعني الدور اللي كان ممكن أنا مازايت سكن فيها لأنه كان عرفه لأنا كان عرفه لأنا كان عرفه لأضعي ديالبنايات ديالدور ديالدين ديالنقديمة فالغانبية ديالها يعني 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 سبحت غير يعني لائقة وفي أي لحظة ممكن تنهار هذي اللي يمكنش نجيبه عليه احنا لأن من يتوفر على الملف التقني هو من يعطيه القانون مملكة السيدة الرئيسة عندما استعانت وفق المادة السيدة والقرار كان بالإبلاغ بلا ملف تقني هيا تعرف ديالك شي احنا ما عارفينش احنا لا نتوفره فقط احنا مليكي يتصلوا بنا المواطنين ما عنديش أنا باش يمكن لأنه المشكلة في المسطرة القانونية لي ما الدرج ده بل المسطرة القانونية شناية هو التبليغ هو التبليغ والرئيسة من اللي توقع يجب أن تتحمل المسؤولية السياسية لأنه لو وقعته كان كل دولناس وقعت وإذا كان من ظلم فأنا مستعدة جيب لي يا ما يوفيد اما أنني بكي معاكم نقول مرة تارة كان نقول لي أن المشروع ما كملش ديال المحاجر الملكي تارة نقول بأنه بقوا في الناس وبغير أن تصنصوا لهم في حين أن الدورة فيها غير عرض فيها فيها تصنط العرض فقط أسالات لي كتقول لي إحنا حضرنا هاتشيرا هاتشيرا ملي كتقول لي كي لوكال الحضرية الوكال الحضرية ملي كتكسبي لهم أن تبي تفعل القرار عشان قولوا لهم اليوم سمحوا لي نار فضنا لكم ذاك القرار جاءت هذه الدورة لضر الرماد في العيون لأنه من أوحى أو من قرر هالدورة هذه يلعب بالنار ويصل إلى تماثل في الخطوط الحمراء لأن هذا هذا ماشي وقت ديالتصفية الحسابات مع الخصوم السياسي إذا كنا منذ سنتين ونحن نطالب بافتحاص ديال المالية ديال المقاطعة وقفنا على مجموعة من الخروقات المية وعشرين ألف درهم اللي كانت مخصصة مخصصة للنقل ديال الأطفال الصغار فيها مجموعة من الخروقات نتوفر على ما يناهز كيلو مية وخمسين قرام مبقينش كنقوله على عدد المرسلات ولينا كنديرو الوزن ديالها هاد العمل كله ما يمكنش تزي وليومة وتصفي الحسابات في ميل فن يعلم الجميع أنه يلامس خطوطا حمراء لأنه اليومة ما يمكنش ناخد هاداك المواطن ونتلعب به لأن الصيد الرئيسة كان عليها كدير كيف مدارك الإحدى الجمعيات من اللي طلبات الإصلاح ديال واحد الشارع عام وجمعي الله عندها سنة وقلت اليوم لا أرى مانعا لا أرى مانعا لغمان مش قانونية كنت تدير لها ديالنس لا أرى مانعا اليوم التساؤل اللي كنسأله به السيد الرئيسة هو كم هو عدد القرارات ديال الإصلاح هنا في هذه التفاصيل يكمن الشيطان لأنه لم يمكن لي يكون عندي واحد العدد كبير ديال قرارات الهدم وعندي واحد العدد محتشم يعتبر على رؤوس الأصابيع ديال الإصلاحات نعم هذا مخطط غادي الواحد توجهه معين وكان قوله هنا رسالتنا إلى السيد الوالي نقوله أن هناك من يلعب بالنار هناك من يريد أن يوقف عجلة سرعة ديال السيد الوالي باش يلحل هذا الميل الفادة أمام السرعة ديال نقوله للسيد الوالي يجب ان يحترس من هاتких التلعوبات لأن هاته الميل الفادة هاته الميل الفادة لأنه السيد الولي فجأ يتحدث فقط على تفعيل قرارات المفروض انها صحيحة. ولكن باش نجيبوا هاداك الشي العرارة من اللي كنا مخمجين وحناك هاملين جامعين وتماء. واللحوف هاد فتطحونة يعني الهدف ليس بهدف بارع. السيدة رئيسة تستعملوا كلمات السيد العامل اكثر من استعمالها لفرشة الاسناع لقلي السيد العامل الناس غد يقول لهم السيد العامل طان في حين رهي لك تسير. القانون واضح. يعني هم بعد الدستور الفين وحداش والقانون دي المية وثلتاش اربعتاش في مادة المية وخمستاش يعطي رقابة فقط للسلطة. اما استعمال كلمة العامل القالية وهذا وهذا واحد واحد العجل كتدخلوا في واحد العجل اللي هم مبادين عليها. نحن اليوم نقول بان السلطة لا علاقة لها بما يقع. السلطة فقط تنفذ القرارات دي السيدة الرئيسة. وفقط يمكن لمواطن انه يشوف غير القرار ومن يوقعه. هنا راح الحمد لله راحنا في بلاد دي القانون. والامداء دي الكنزة شريبوخة. سيموسا سيراجدين عدو بمقطعة دي بليوت ورائي جمعيت ورد مديناء. فالحديد الدنيا طابت هل غاديكوش غير على الدور اي للسقوط وايضا على المحج الملاكي. فايدان كي مجموعة من الأمور اللي متعلقة يعني بالعمل دي المقاطعة واللي من خير احنا غادي نتعرفه على الحاصلة دي العامة دي المقاطعة ولكن قبل هذا كان واحد يعني واحد من القرارات اللي ربما يعني اثرت بين استغراب وتساؤل. ماشي غير الساكينة دي المقاطعات دي بليوت ولكن الساكينة البيضاوية وما يتعلق بساحة محمد الخميس. اللي كان عارفو احنا كيعرفوها البيضاوية مساحة الحمام. اللي هي من اشهر الساحات اللي طابت حان بعد ما تتغيرت يعني من مكان الى اخر. فكانوا تساؤلات عليها. اليوم قرار هو دي المنح. يعني اطعام الحمام. وايضا شفنا يعني فيديو اللي كي وطق. العمليات دي الاستياد الحمام بالشبا. فكيف الجهد هذا. انا بالنسبة لي اليوم غادي نبقى في ان هناك من يستغله السرعة دي دي السيد دي السيد الوالي. اه. ان واحد السرعة دي السيد الوالي غادي بيعا. ممكنين. واش سرعة سرعة قاتلة والسرعة مزيانة. لا لا هي سرعة مزيانة لانه بدليل ان جميع المواطنين اه رحبوا بهذا الفكرات. ولكن هناك الناس اللي كانت تعرف بانه الى تكلمنا على مجموعة من المطاعم. مجموعة من المقاهيم. مجموعة من هذه الاحتلالات اللي كانين على مستوى مدينة الضربدة. هي مراها واحد اللوبيات واحد المسؤولين واحد هذا. يعني انهم كي يحاولوا من اجل تخفيض بسرعة سيد الوالي كي يحاولوا بعض المرات ملفات ملفات لي هي اه عندها واحد الحساسية. اه. مثلا الى عندنا مثلا الحمام. انا ما ان نقش ماك من الاطعام. اه. من الاطعام ربما استناده الى الى قرارات وقوانين مثلا تنظموا الصحة. وغادي وغاديش بدولك بزاف تلحويش فتقة هذه الصحة. ولكن. الاصطيات دي الحمام وتخلي لي طائر النورس ما وتخلي لي اهو. هدي مرقب لهاش. اه. لانه باش تخلي طائر دير النورس الحمام. فين كي يبشي هاد الحمام هذا اللي كتحيده. علش كي يوقع الاصطيات دياله في الصباح. ونعطيك واحد العمليان كنت وقاتلية شخصيا في البداية ديالكازابيلا هاد شي رماشي اه جديد. هاد شي رقديم. على اعتبار الاشكال في الكين. ومن هنا غلطين نطيره ونطلب من المسؤولين بشي وعينه وادش اللي كنقوله. اولا النفورة للتحيدات. النفورة ديال ساحة دين محمد الخاميس اللي هي نفورة تيبات في الف وتسعمية وتنوستين كي نجوش ديال الفونتين الميكانيك في العالم. هي ديال البغسالون ديالنا. تحيدات ذيك الفونتين. وللاشارة فعنا صاحب هذيك 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 هذي لتوش باما فونتين وكنا اخذينا نضالات كبيرة على هذيك الساحة. ودرت هذي الفونتين هذي اللي هي ميكانيك. المشكل ديالها ان بهذا هذك هذك الدشي ديال الحمام كي يخسرها. اه. 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 اهنا اشنو علقوا الحمام. المشكل ان ذيك النفورة كتخدم ميومين ثلاثة ايام. كي يجيو ديم المخدامين فيها ديمان كيرقعو فيها. هذا هو الاشكال دياله مش بغي يحيدوا الحمام. بداليل. اه. انه لبشيتي لهذوك الاطوالات. الاطوالات اللي كين تمام النهار بدأ وكلهم خسرين. كلهم خسرين مخدامينش. كلهم كيديرون روتور ديال ما. وحنا كنت تكلموا عن المباشير وعلى من يهم والامر يبش يدير معاينة حالا. هذك الباركينج تماما يا. الحمد لله دا بدرش واحد الاجراءات انه كين نقصوا واحد شويف تمن تمنى ان هاد القرار شويش ملحة الناس ديال. ديال المحكمة المدنية يدرون لهم واحد تخفيض باش ممكن انهم محتوى ما يبدو يدخلوا السيارة ديالهم بواحد تمنى اللي هو رمزي. اما خمسة دراهم الساعة موضاف. ما تلال في المحكمة واللاطن تكون عنده خمسة خمسة دراهم رأي ربعين دراهم بزاف. يتخدان لهم واحد القرار بحال يتخدان مثلا في مجلس المدينة اعتاو مياه. هذي اشكال ديال الحمام عنده علاقة بهذه النفورة لان كتخسر. اما تجي في تدير السياد والحمام في العالم كله هذك الناس possibility. ماذا تحصل نيطر لي في أحياء عند هادوك اسحاب السيارات وتقدر nuevo البحث على شكونا هوما هذوك الناس اللي يجب ذوك اللعاب اطفال الشي يجيبية تران و Cindory أتفضل بالبحث واحد البحث. وحد البحث كونا هوما هذوك smoothly لأننا كما نعرفوا النافرة كانوا فيها كانوا فيها الناس الذين يديروا الحنة والناس الذين يبعوذره والمصورين منذ سنوات والذين كنا نقولوا ما عنده الصورة في النافرة لم يكن لديه الضربدة. اليوم كيتزاد واحد القضية اللي بدينا كنشوفها على مستوى الضربدة ككل. كنشوفها في عين الدياب. كنشوفها في جميع الساحات. هو واحد المشاريع اللي فيها واحد النوع ديال السيارات في نوات تأمين تماما يا شكونا هم صحبة السيارات فقط هنخليها انتر قيومي نقول شكونا هم صحبة السيارات نتمنى انهم المسؤولين يشوفوا شكونا هم صحبة السيارات هذه اللي ما عمرهم كانوا تماما. هاداك نحيد ولا ذاك شيء اما باش تحيد الحمام اللي هو كما كان عرفو ان الوقت اللي كانت كورونا كانوا الناس من مختلف لمناطق ديال المغرب في المك يجوزوا يجيبوه الزراع لهذاك الحمام ويجيبوه للمكلة تماما. اليوم نقوم بتجويعيه واش اليوم الاشارة هو اننا نقوم بترحيل البشر والحجر واحتى واحتى هذه الحيوانات. هادي هي واحد صور هناك من يريد ان يعرق الى سرعة الوالي. هو هو مسألة الاتعام ديال الحمام فهذا مسألة مش هلان كنشوف دول اوروبية كبيرة وكي منعوفة مسألة ديال الاتعام. غير هو غير هو السؤال. مش تحيد الحمام للا انا شيء على الاطعام. ربما نقولوا بان مسألة ديال استياد قدرون نعتبروها منطقية ربما شيئا ما يلا كنا غادي نقله مثلا منطقة اخرى وغيكون فيها اامن. لكن السؤال اللي كان ربما يقدرون نطرحوه هو الماسير دياله بغينا نعرفو الماسير دياله ما يكتم استياد دياله واش يتم قتل دياله ولا كيتم اشتو كيتم. هذا هو السؤال اللي ربما همش واحد السيارة وكان عدنا واحد النوع ديال الدكاء لان واحد لوقيته يقولوا لنا را كي يجيوا مع الصباح وكننا احنا كمجتمع مدني وكجمعيات ووقفنا واعيطنا للشرطة. وتم الاعتقال ديالهم ومن بعد تلقوهم على اعتبار انه هذا واحد لموروط واحد واحد مهان ديال المغاربة وديال هذا وجو شدوهم كي يجيبوا دوك الصنادق من بعد دابة بقاو كي بدعو جابو هاداك القرار لعنى عش كنقول لك انا ما كنتكلمش معك بمشكلة اطعام ولكن باش تجي تحييد دوك الحمام استمعنا فيديوهات ديال دوك المصورين انا ما مرحظة لدي عملية اللي قالوا بانه تم اطعامه احتستموا هادا هادشي هادا مازال كيلز متحقيق هادا دلوها المصورين في احدى الربورتاجات على احدى القناوات يعني هادشي هادا ما يمكنش انتريوهم على قبل هادك النفورة لانك تتخسر لك او لانك سيبتها بوحد طريقة اللي اخذلها تتخسر بالекотор focussrib that you subtracted the مزيد من هاداك من هادك الساحة والحمام ديال الدار بيضة او去 building مزيد تجمعه قدام دام سيدي بليوت غتتلقها الحمام ديال الدار بيضة تشرد لهو كي الحمام عنده واحد دكاء وهدي رأى مرحلة هي تفريخ دياله وهادى مرحلة ديال تفريخ دياله يعني رأى رأى جريمة منتظمة والحمام هتتلقاه مثلا انفس مع سيدي بليوت فيHeادك ما كين مثلا بشل ساحة الامم المتحدة كيهرب من هاد المساكر اللي كداله غير اد مسالي قيتي ديل 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 انا مش اشترك فيديو دي ديل انه بعض مصورتو كتم تسميم ديالو فهد مساله ربما غير دين واحد مشكل بيه اخطر من هاد اللي انا في اين يكمن هو انه بدايتن بعدا من اللي كانت كمع عميدة ستير ديل الحمام اللي تمتا قتل ديالو مش حاجة فكالعرفوا بكين واحد اعشاج شفى افراخ لي ما غاديش اياكلو اللي غادي جلي لغذي موتو واللي غادي ولي غادي improve اصدروا الروائح كريه هوا غير تنقوا معها امراض. مستعدين فتسميم ديالو فما بالوك اللي تمتسميم ديال وحد الدل حمام وورجوع العلس ديالو وما تفي فربما غتكون تكون طاما اكبر فحنا كانت منها وكانت منها وهضا الامرادigkeiten متكون صحيحة في انتظار انه يكون واحد يعني واحد البيان على نعرفو لأنه مصور دياد الحمام. مش غيت متنقل دير واحد اماكن امينا اللي غيتها الله في وما الى ذلك. اللي كي حيدو اللي كي حيدو من ساحة محروفة ضروري ما غيبشي شي يدير شي ساحة خلا. لانه علاج قتلك انا انا شفتي في الجهة المخابلة ان كتدور بعض الصور اللي كيدورو دابا. ديال دك طائر النوليس اللي هوكي والسخ. وديك طائر النوليس راجم على ديك الجهة ديال المسرح. اذن اه انا راه عملية اللي خطيرة. هذا واحد لوقيته كانوا يجيبوا الصقور. بعض المرات كتكن تكون شي زيارات ولا شي حاجة رسمية كيجيبوا الصقور. لان هذاك طائر النوليس خطير ديك عواو داك الصقر هو اللي كي يقدر ليفرسكها الفوقية كلها. اما دابا يا باش تستيد باش دين تستيد ديال الحمام. وعادة في مدينة الضربدة. الاماكن المتسخة كيملا اهمتا ان دك طائر ديال عواو طائر ديال النول. يعني هذي عملية هي في انتي هذي العملية هذي مدانة. يعني مدانة من من طرف الجميع انه يتم استياد ديك الحمام بدك الطريقة بدك شبك بدك الطريقة هذي شيرا اه لا يقبلوا لا عقل ولا منطق دير منع لأكل هذا. ربما رأي قلت لك هذي يستندون على مجموعة من القلعة ما غا تقدش تربح هون فهذا الجانب هذا. نحن نخلي وهذا الجانب. ولكن استياد دياله نحن هو الذين نتكلم عنه نحن. نحن. واخا اه سيمو سي رجدين عضو بمقاطعة البليوت وراء جمعي سولد المدينة. فبداية يعني بداية في حديثنا على الحصيد للعمل. برينا نعرفوا اليوم تقيمكم العمل ديال يعني ديال العمل ديال مقاطعة كيف كتشوفوها منذ انتخاب مجلس الى غير لحظة. سنقول لك. يعني ما حدث في انتخابات الثمانية شوتنبير. ما زين ندفعوا تماناوه. ربما هذا التوجه الذي قاده ساعد ناصري. فهذه العملية اللي بشات اللي تم آآ تجميع واحد واحد الكتلة من ثلاثين واحد عبارة عن سبعتاش. ودات لإحدى الفنادق باش تدر بها واحد واحد الاغلبية. حارج التحالف. يكن مساعد ناصري بغيت مسحفي كل شي ده. لا 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 بلاكس. هذا كلامي يمكنك الرجوع الى الضوارات. كنت دائما احمل المسؤولية الى ساعد ناصري. هذا مشيحت اليوم حتى ساعد ناصري ما هاد طريق كانت واضحه. همه. لانه معروفة ما يحدث الان وغادي تشوفوه في مجموعة حامل المقاطعات لانه هادك النحس ديال هديك الفيلا اصاب الجميع لانه الاجتماعات اللي الدارات وكما يسمي وكنسميوها مرا نديرش اشهار الفندق هو آآ اوتيل موغادور تم جميع واحد واحد المجموعة ديال 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 الاعضاء ديال في حين ان الاغلبية مثلا اللي التنتخبات مثلا الى الى اعتبرنا ثمانية ديال الاحرار. الاحرار هو ما اللي في المرتبة الاولى. احنا كحيز بالاستقلال بخمسة ديال ديال الاداء في المرتبة الثانية. والاصرة المعاصرة هي اربعة. اذا اللي يومة كتشوف انه بنسبة لنا كحيز بالاستقلال. ما اتخذت حتى شيء مقاطعة على مستوى مدينة الدار بيضاء. وهذا. هذا اشكال يعني دبر دبر بليل. اه كان اه الا الطريقة هذي اللي ادارت خلت لنا واحد اه اه واحد جميع ديال واحد الاعضاء اللي يواجهين. ثقاط في اولى الامتحانات دياله. وما زلنا نتزرع لأهل المرارة أنت بسؤول على كلامك ده بل بيان سير واخا ده بحنا نخليه الحسابة انتخابية السيموسة ما وقعه وقعه بالآن وما انت رأس المجلس رأت رأس دي اترأسوا النواب رأو متحد وشكون والأعضاء شكون اليوم الحاصلة دي العمل دي المقاطعة موند انتخاب مجلس شنو تقدم المقاطعة واش كتوفوش انتو برادين على العمل دي المجلس الحالي شنو انتكونوا رادين كتقول لي حصيلة كي نحصلة كي نحصلة الفلوس رأي كتخرج بنسبة لمثل ذاك المخصص المالي دي الجوشة المريارو نص هذا كتير كيخرج الرئيسة ومن يدور في فلكي هارهم المزؤون او من الذين يتحملون المسؤولية في حين ان الاخوان اختاروا لانهم اللي كتدير مجموعة من المرسلات هاد المنسقين والمسؤولين الحزبيين فقط كيعرفوا الأعضاء ديالهم بحل دبليوم لن تسكت الهواتف بالليل جي كمل كمل الدورة جي عفاك جي راح نامر تبطين بتاع حالوف هنا خمسي جي بحل دوك الشبكات ديال الحمام رابطينهم جي اخو كمل هنا يا كمل عندنا أعضاء اللي ما تكلموش من البداية ديال الدورة احتي رأيناهم يمسحون دوموها الرئيسة أعضاء ما تكلموش يعني من اللي كترجع للمحاضر لا يناقشون ولا يتكلموش يتكلموش فقط يأتي لي يرفع يدا كينين أعضاء وحدين آخرين اللي عندهم مصالح في حين يختار يختار انه زهاء هاد المقاطعة هادي انه باش ميه تحسبش عليك لانه من اللي كتدخل انت اليوم تكاتب السيدة تسير المقاطعة تسير شركة خاصة يعني انك تتكلم معاك جبت لهم كي يخضر أمور ديالهم جيوا يعونوني فش أنا يعونك وش انتي من بعد ما تصدري القرارات راه هذا في قرار قانوني وقرار سياسي قبل اصدار القرارات كتشكل مجموعة من اللي جان مثلا انه لا درنا على لا درنا على القرارات الصادرة في 2012 فمن يتحمل المسؤولية في عدمي فعيلها وكان جيوا اليوم اللي عندي قانون اللي صادر هذا القانون هذا ديال هذا القانون ديال ديال 94 12 اللي صدر اللي صدر في 27 أبريل 2016 وأطبقوه بيئتين رجعي على قرارات صدرات في 2012 لقاعدة القانونية لا لرجعية القوانين لا يمكنه انطبق القوانين بيئتين رجعي إذن هنا ثلاث دفوعات كان ممكن لو اجتماعات مع المكتب لنبه لو وجد حلول أخرى ولكن اليوم كتؤدب الصعيف الأمر أنك كتأخذ واحد النيسياتي وأنا دائما كنقولها في كلماتي يعني تأكل مع الدئب وتبكي مع الرأي وفي الأخر كنت تبكي مع الناس إذن كيف شبغيتني أنا اليوم نجي فقط هذه الرئيسة تريد الأعضاء فقط أن يكونوا ألة الصويت يعني هي تقرر كتوضع المخصص المالي بالطريقة هذه هاي التي توجهه بالطريقة عندما طالبنا بالكشف على المبلغ دي المئة وعشرين ألف درهم كيفاش تترفعات وكيفاش تدرت لها الطريقة هذه وجهنا بالصمت ووجهنا بأننا نعرقيل إذن كيفاش أنا اليوم واش أنا اليوم أنا ألة ألة دي التصويت يجي عندي الحزب وأنا ما يمكنش نحيي التاريخي النضالي وتاريخي مع الساكينة باش نجي ليوم كنصويت على شي حاجة ما كنفهمهاش هذا لا يمكن لما كنديروش صويت شو مولي وخا الأكيد أنا عملي المجلس كان وفق واحد برنامج العمل اللي تمني إعداد برنامج العمل أكيد هو غد يكون أمت واجدي أنا مستحيل لا وجودة لأي برنامج عمل من يقول بأن مقاطعة سيدي بليوت فيها برنامج عمل فهو يكذب وأنا مستعد ما حاضرش قاعد برنامج لا وجودة لأي برنامج ما عدنش تخريطة الطريق والقانوت يقول بأنه بعد سنة عن انتداب دي المجلس سيدي برنامج عمل لا وجودة لبرنامج عمل وكيفش كتشغلت المقاطعة كيفش كتحدوا المشاريع اللي خسومي تدارو وشناهم ما لأعمل كيفش غادي نعرفوا لخيطة دي الطريق دي البنية تحتية كيفش غايخصنا قوي ومسحة الخضراء كيفش أنا غني أعطيك واحد المثال في الدورة قبل الأخيرة ممم الدورة قبل الأخيرة درو فيها سبعات دي المقترحات دي المخصصات المالية كانت الرئيسة واحد العضوين معها قلت لهم صيبوا المخصص المالي بطريقتكم صيبه بعد ذلك غادي بقى آخرون فقلت لهم صيبوا تتشو من المخصص المالي بطريقتكم فجاء الفريق الثالث والرابع والخامس والثادي كل فريق لا تدخليك يا دير اللي بريتي عندها واحد طريقة فأنت تقول لا أقول لش بريتي كتب اللي بريتي وصيب اللي بريتي ولكن طريقة تتسير هي مختلفة وهذا الشي رفض إحنا في دورة عندما جئنا رفضنا وفعلا كانت دورة الدموع لأن السيدة الرئيسة درفت الدموع على موتي من قالت أنه سهراء درفت الدموع وشوية إحنا في مرحلة دي العزاء كي عزيوا في هالعضاء شوية أجن صوته شوية ولت صوت فيه خمسة هي فين تم إسقاط الدورة ما قبل الأخيرة يعني تايا كانت دورة الدموع فنحن أصبحنا مختصين في دورة الدموع الأكيد فحق رد فو مكفول لرئيسة مقاطعة سيدة بليوت نحن مستعدون نقول لكم بعض القادية أنا مستعدون أن تأتي الرئيسة والفارق دي لها كامل في أي لحدة تعيط لها أنا موجود وطبع تحل باب محلول لا الرئيسة دي المقاطعة أو من ينبو عنها طبع تحل سي مسلسرة جتيلة كيفاش كتشوف مستقبل يعني مقاطعة سيد بليوت يعني إلى غاية يعني نهاية ولاية المجلس لا أظن أن هذا المجلس سيصل إلى نهاية الولاية هذا أكيد وكنت أقولها وأقولها دائما لا أظن ولا توجد أي قوة أنها تقدر تخلي هذا المجلس يبشي إلى نهاية إلى نهايته وبهذا وبهذا يعني بدون دي لكم سي موسى سيرجدين لا بدون هذا بناء على موطيات ما حدث نعم ما حدث مؤخرا أن الرئيسة والأعضاء لمعاه يلعبون بالنار ملف المحجل الملكي وملف يعادة هيكادة المدينة القديمة والملف ديال الترحيل هو ملف يلامس الخطوط الحمراء أنا أقول أن على السيدة الرئيسة أن تصريت في تصريحاتها وأن لا تحول هذا الملف إلى صراع سياسي لأن الملف ماشي فيه صراع سياسي ملف هو فيه رعاية جلالة المال والتمانية ذات الزيارات للمدينة القديمة خير دليل أنا أشتغلت في الملف ديال إعادة ليك على وقلت لك أشتغلته إلى جانب السيد الخالي سافير عندما كان عاملاً وعندما كان ولياً والسيد رشيد عثيرات يعني ناس اللي كانوا فاهمين هذي الملف هذا مزيان وكانوا وبين هما اللي حطوا هذي الملف بالإضافة إلى السيد الأزاعي عامل السيد العامل مدير الوكرة الحضرية وكان بجوار السيد حفيف وكانت واحد لكوميتة بلوتاج هذي الملف هذا لأنني أنا كان توفر على مجموعة عامل لواتي قليل هذي الملف هذا والطريقة والمعالجة ديال هذي لم تحترم اليوم نغير أشياء في المدينة نحاول نبدل هذي السيرك في توريستيك نخلق شي حويج اللي هي خطيرة وهذا لا يمكن التلاعب سياسيا أنا أحد دير وهو حد دير جمع وحد دير نعم سيمو سسير جديد عدو بمقاطعة سيد بليوت ورئي الجمعية أولاد المدينة كشكرك وكاتب الدوات كبرنا مجموعة أخرى وقتا بالتحد الباب مفتوح لكم في أي وقت مرحب بكم سيمو مرحب شكرا كشكركم أيضا مستمعين ومشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة شكر لإبراهيم رقيق اللي كان معي خلال حلقة اليوم في الإخراج إدعي وعمر حباري اللي كان معي في تصوير هدو سمعي طاكحيكم على التقييم في حلقة أخرى بأمان الله تلي بلوس تمييز ومصداقية